موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء لاحظنا أن الأجواء اليوم أجواء معتدلة درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية استمرار في الرياح الشمالية الغربية وكذلك أيضا الساعات القليلة القادمة سنلاحظ كذلك اعتدال في الطاقس خاصة على بعض المناطق السحراوية وكذلك المناطق الغربية استمرار في الرياح المعتدلة وكذلك الرياح الشمالية الغربية لنهار يوم الغد ومن ثم تبدأ ويانا أجواء رطبة ابتداء من يوم الثنين وكذلك يوم الثلاثة الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافي بشكل عام الرياح شمالية غربية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 33 درجة ميوية الرطوبة النسبية 27 الرؤية الوفقية جيدة تتجاوز 10 كيلومتر تتأثر دولة الكويت وبعض المناطق المحيطة في امتداد أنظمة جوية ضعيفة عدة لاستغرار الطقس بشكل عام وتقلب الرياح من الرياح شمالية غربية لمتقلبة الاتجاه في بعض الأحيان أنظمة جوية ضعيفة على شبه الجزيرة العربية وكذلك تكون بعض السحب على الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية لاحظناها اليوم وكذلك متوقع أن تستمر أيضا في نهار يوم الغد ولكن سحب متوسطة إلى عالية الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله أجواء معتدلة في المناطق الغربية متوقع أن تصل درجات الحرارة في منطقة إيشقاة والسالمي 26 درجة ميوية الرياح تكون رياح شمالية غربية على المناطق الغربية من دولة الكويت معتدلة السرعة متوقع أن تراوح من 10 إلى 30 كم في الساعة درجات الحرارة في المناطق الشرقية من دولة الكويت متوقع أن تتفاوت ما بين 28 و 31 درجة ميوية في بعض الجزر كذلك استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة تسرع مع بداية الدخول ساعة الصباح الأولى من نهار يوم الغد انخفاض في درجات الحرارة من الحوض قد تصل 23 درجة ميوية في منطقة إيشقاة والسالمي المناطق الصحراوية في شمال غرب الكويت قد تقل إلى ما دون 23 مع استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى رياح غربية في المناطق الساحلية وكذلك الجزر متفاوتة ما بين 24 درجة ميوية في الأحمدي 28 في جزيرة فيلتشا وكذلك بعض الجزر الجنوبية من دولة الكويت استمرار في الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة تسرع ابتداء من منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى متوقع أن تتفاوت ما بين 39 في المناطق الغربية إلى 40 في المناطق الوسطى في مدينة الكويت ومدينة الجهرة 37 في مدينة الكويت الجزر بشكل عام متفاوتها ما بين 32 و35 درجة ميوية ستستمر الرياح الشمالية الغربية في المناطق الغربية من دولة الكويت أما المناطق الساحلية والجزر متوقع أن تتحول الرياح لرياح متقلبة الاتجاه خفيفة سرعة إلى رياح شرقية ابتداء من مساء يوم الغد راح ترتفع إيانا نسبة الرطوبة أعزائي مشاهدين بالنسبة للأجواء البحرية بشكل عام أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية ارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 3 تقدام التيارات المائية في بداية فترات الفساد هذا الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 24 دقيقة موعد شروق الشمس ساعة 45 موعد أدان المغرب ساعة 25 دقيقة بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة في غدا يوم الأحد الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة سرعة تراوح سرعتها من 5 إلى 25 كلمة في الساعة درجة حلالة العظمية 40 الصغرى 24 درجة مياوية السماء صافي بشكل عام تتحول الرياح لرياح الجنوبية الشرقية يوم 2 و 3 سترتفع نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية قد تصل إلى 80% مع تكونات بعض السحب العالية في يومي 2 و 3 ابتداء من يوم الأربعة والخميس و عطلة نهاية هذا الأسبوع تتحول الرياح لرياح شمالية غربية و معتدلة السرعة الأجواء ستكون في النهار أجواء حارة و رطبة نسبيا بالليل ستكون الأجواء معتدلة إن شاء الله أعزائي مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة ولهن ناخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة